على وقع أزمة كورونا يستمر الجدل بين تحالف كحول لفان وحزب الليكود في إطار مساعي تشكيل الحكومة الجديدة فقد اتهم تحالف كحول لفان خلال اجتماع عقده أقطاب التحالف اليوم رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو ورئيس الكنيست يولي إدلشتين باستغلال أزمة كورونا لتقطيل نشاط الكنيست ولجانه ومشاريع قانون تهدف الاستبدال إدلشتين والإطاحة بنتنياهو وأكد المجتمعون على الاستمرار بالجهود القانونية والسياسية لأقد جلسات اللجان المختصة لبحث هذه المشاريع